في ساعات الليلة المظلمة بهجمات الإرهاب الداعشي الذي بدأ يأخذ سياسة الشباح في عملياته الدموية كان آخرها الهجوم على قوات البشمرقة ولأنه لا يفل الحديد إلا الحديد فإن الأشباح الحقيقية قادمة إلى العراق على متن أضخم حاملة طائرات في العالم قوة بريطانية بقلب أمريكي حيث أعلنت مزارة الدفاع البريطانية تخصيص سرب جوي شهير للمشاركة في عملياته المساهمة في محاربة تنظيم داعش المتطرف اشتهر سربو 617 التابع للقوات الجوية البريطانية بجهوده في تدمير السدود النازيين في عملية كاستس خلال الحرب العالمية الثانية وحاملة طائرات HMS Queen Elizabeth هي أكبر وأقوى سفينة حربية تم بناؤها على الإطلاق للبحرية الملكية البريطانية حيث أنها قادرة على حمل ما يصل إلى 40 طائرة بحسب موقع البحرية الأمريكية وزارة الدفاع البريطانية تقول أن حاملة الطائرات ستشمل أكبر عدد من طائرات F-35B البريطانية فضلا عن انضمام العديد من طائرات الشبح الأمريكية إليها ومن المقرر أن تبدأ حاملة طائرات ضخمة في الانتشار في إطالة عملية شادر الشهر المقبل بحسب بيان وزارة الدفاع البريطانية المملكة المتحدة أعلنت التزامها بهزيمة داعش وتعزيز الأمن في المنطقة إلى جانب قوات الأمن العراقية والحلفاء في الناتو سيما بعد أن طفح الكيل من ممارسات التنظيم الذي يظهر في الفترة الأخيرة محاولا إعادة تشكيل قدراته العسكرية مستغلا ظروف البلاد السياسية والصحية والأمنية